السفيرة الأمريكية في القاهرة مارجرت سكوبي كانت النهاردة ضيفة على جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب ودار بينها وبين طلبة الجامعة حوار مطول تعالوا نسمع ونشوف أجزائنا سعيا للتطور في مجال المستوى التعليمي بجامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والأداب المسا استضافت الدكتورة نوال الدجوي السيدة مارجرت سكوبي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة حيث قامت بجولة ميدانية للتعرف على العمليات التعليمية بالجامعة مارجرت أعلنت خلال الزيارة عن إنشاء تبادل ثقافي بين جامعة المسا والجامعات الأمريكية أعتقد أن هذا سيساهم في أن يكون فيه تعاون علمي ومتحدة وتعليمي ما بين الجامعة وما بين أمريكا إن شاء الله نر is welcome and are glad to see more Egyptians studying in the U.S. and we want to do everything that we can to create even more opportunities for Egyptians to have a U.S. educational experience يعتبر موقف تاريخي بالنسبة لجامعة أمي السيئي أنه دلواءتبقت إنجلترا وأمريكا فده شيء يمتعلني سعادة مش مادية النهاردة بدأت الجولة بتفقد مشروعات بعض طلاب الجامعة ثم زيارت معامل وعيادات الأسنان كما أهدت مارغرت سكوبي منحا دراسية للطلاب المتفوقين من جامعة MSA وأنهت جولتها بحوار أجابت فيه عن أسئلتهم تطرقت خلاله إلى أحداث هيتي ونجا حمادي زيارة السفيرة الأمريكية مارغرت سكوبي للجامعات المصرية تدل على الاهتمام الأمريكي بتطوير المجال التعليمي من خلال مد جسور التعاون بين البلدين